ولده توقف عن دهدف الشيكبالة الحقيقة من أجمل أجوان بطولة خليها نقول وناس توقعت استمرار الشيكبالة كمان لكنه تم استبداله البعض بيقوله انه ده كان خاطئ البعض تاني بيقوله انه الرياقة البطنية والقدر اللي قدمه كان يجيب أكثر بجدد يعني كان يشتكى من الإصابة وفي نفس الوقت الشيكبالة هو ده الشيكبالة خلاص خلال السنتين اللي فاته انت يلاقيه ان انت تستفاد منه بقدر المرحلة السنية اللي هو فيه هو فت وكويس ولكن مرحلة السنية اللي هو فيها تستلزم لها تستغله في وقت معين يعني أنا كنت متوقع من مواطش مبارح انه ممكن كاسونجي يبدأ وبينشارقي يخشها في القلب ولكن باتشيكو كان خايف من فكرة انه هغير الطرف الشمال كله انت بتكلم اسلام جابر وبقدامه كاسونجي بقى ناحية الشمال دمرتها خالص في نادي الزمال فوفكر في فكرة انه لا اعني انا خلي بنشارقي وخلي زيزو يبع عندي طرفين اقوية يهدده شوية نادي الاهل ويلعبه في ظهر عالم على اقول وهاني ولكن ما افلحش قوي وان كان زيزو يعني واحد لعب كواليتي ممتاز قوي زيزو خلال سنة ممكن تلاقيه يعني من احسن لعبها في مصر وبلعيب تسديد على المرمى من فترة كبيرة جدا مش فيناش لعيب يعرف يسدد على المرمى زي زيزو سريع جدا الكورة دايما اللي كانت بتحصل ان زيزو بيقطع وبيلعب بكورة عالية سواء اللي مصطفى محمد او اللي بن شارقي ما حصلتش دي مبارح كان نشيط جدا دي مبارح والحقيقة كسر ومؤثر وفاعت